بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثالثة ثنوي جميع الشعب العلمية يعني علوم تجربية تقني رياضي رياضيات تسهيل واقتصاد مرحبا بكم إلى قناتكم رياضيات إذن ما زلنا معكم مع الحل النموذج للمسألة الرائعة اللي سبقت عرضها عليكم على الدالة اللغة الاتمية وفيها متتاليات فيها التكامل وهي بمثابة مراجعة للفصل الثالث للفرض تحت ثالث والاختبار أيضا وأيضا يشهدت البكالوريا إذن فيها أفكار قيمة خاصة الجزء الأخير من هذه المسألة إذن في الفيديو الجزء الأول حلنا السؤال الأول حسبنا النهاية ثم بعد ذلك درسنا تغيرات الدالة F واحد على المجال سفن زيد ما نهاية بينا أن الدالة الأصلية للدالة F هي F ماجسكول وهي 1 زائد X لغريتم 1 زائد X ناقص X ثم بعد ذلك حسبنا إلي واحد ومدينا التفسير الهندسي لمن لم يرى بعد هذا الفيديو ما علي إلا العودة إليه وصلنا إلى السؤال الثاني وهو هنا تبدأ أهمية الدمرين شوفوا معايا إذن سؤال الثنين ألف هو شي يقول يقول بيّن أنه من أجل كل عد الطبيعي غير معدوم فإن إيئان محصور بين السفر واللغة لتبثنين شوفوا معايا إذن كيف نبيّن أن إيئان تعمل محصور بين السفر واللغة لتبثنين هنا رح نستعمل لكم إحدى المبرهنات اللي شوفناها في الدروس وهي حصر القيمة المطلقة شوفنا وش معلتها القيمة المطلقة عفوا القيمة المتوسطة وليست القيمة المطلقة إذن رح نستعمل إحدى المبرهنات تحصر القيمة المطلقة لكي أجد أن إيئان تاي محصور بين السفر واللغة لتبثنين كيف ذلك أستاذة؟ تبعوا معايا ورح تشوفوا كيف ذلك أولا حبيت ندلكم تذكيره على حصر القيمة المتوسطة وش تقول هذه المبرهنة أنك يكون عندكم أف دال مستمر على مجال مغلق حيث أ أصغر من بي طبعا أو يساويه إذا وجد عددين حقيقيين أمينسكيول وأمجسكيول بحيث من أجل كل عدد إيكس ينتمي إلى هذا المجال آي بي حيث أفل إيكس تاي محصورة بين أمينسكيول وأمجسكيول يعني أفل إيكس تنتمي إلى المجال أمينسكيول وأمجسكيول فإن هنا تجي المبرهنة تانا واش تقولنا فإن تكامل من آل بي لأفل إيكس تفاضل إيكس محصور بين آم في بي نقص آ ومحصور بين آم مجسكيول في بي نقص آم الآن هنا باش نلقاو هنا يطلب مني أن أبرهن أو أبين أن آي آم محصور بين سفر هو اللغارية المثنين منساش أن إي آم تاعي هو التكامل من سفر نبدأ لها لكم يعني خطوة بخطوة سفر واحد باش تفهموا كيف جاءت الفكرة أفل إيكس أفل إيكس تفاضل إيكس محصور بين السفر والغارية المثنين هنا مطلوب مني إيجاد ماذا؟ إذن باش نلقاو باش نوصل لهذه النتيجة شوفوا معي التكامل تكامل هنا أعتاعي ماذا يساوي؟ أعتاعي يساوي سفر وبالتاعي يساوي الواحد من خلال مجالات من خلال تكامل هذا أفل إيكس هنا هي أفل إيكس ثم بعد ذلك وش مزال لنلقى؟ لازم نلقى أولا أفواح الأفل إيكس هي دالة مستمرة ممكن نكتب أول شرط نقول أن أفل إيكس أفل إيكس دالة طبعا مستمرة على المجال سفر واحد هولك أول شرط ثاني شرط إذا وجد عددين حقيقيين A مينسكول و A ماجسكول بحيث من أجل كل إيكس ينتمي إلى A B A E B F لإيكس محصورة بين A و N علي الآن نلقى أن F أنتاعي لإيكس محصورة بين عددين A مينسكول و A ماجسكول هنا هذا هو السؤال إذا لقينا أن عبارة أفل إيكس محصورة بين عددين حيث أم و آن ينتميان طبعا أم ينتمي إلى سفر واحد حسب الشروط و أم ماجسكول ينتمي إلى المجال سفر واحد إذا لقيت أن أفل إيكس داعي محصورة بين عددين خلاص ممكن نقول حسب حصل القيمة المتوسطة فإن اللغة رتم تاعي أو إي أن تاعي محصورة بين عددين ونطبق القانون ولكن المشكلة كيف نلقى بل أفل إيكس محصورة بين عددين رح أنطلق من لأنه يقول من أجل كل إيكس ينتمي إلى آبه إحنا إيكس داعنا إذا نقول من أجل كل إيكس ينتمي إلى سفر واحد لماذا أستاذة ديتي سفر واحد لأن التكامل داعي معرف من سفر واحد وقلنا آد داعي هو سفر وبيد داعي يساوي واحد إذن إيكس داعي رح محصور بين سفر واحد إحنا سؤال مطروح لازم أنتقل من إيكس محصور بين سفر وواحد ونلقى عبارة أف لأن لإيكس محصورة بين عددين وشن هي يا أستاذة أف أن لإيكس أف أن لإيكس عبارة وهنكتبها باش نشوفها أمامي هي حسب تعريف في المعطيات معرفة كالتالي لغارة واحد زائد إيكس أسأل الآن كيف أنتقل من إيكس محصور بين سفر وواحد ونلقى راح نشوف تركيبة أف أن الدلة أف أن كيف هي مركبة مركبة على الشكل التالي ننطلق من إيكس الشغل راهي مركبة هكذا إيكس ثم إيكس آن يعني ندير أسآن ثم بعد ذلك إيكس آن زائد واحد ثم بعد ذلك إيكس آن زائد واحد عفوا إيكس آن زائد واحد ندخله اللغة هذه هي تركيبة أف أن تاعي إذن نبدأها خطوة بخطوة إذن نطلق من إيكس ثم ندير إيكس آن إذن هنا كندير إيكس آن هل يبقى دائما محصور بين سفر وواحد إذن وش ندير ندير أس أس آن إذن تقولي لي سفر أس آن طبعا يبقى أصغر أو يساوي من إيكس أس آن أصغر أو يساوي من واحد أس آن لأنني رأني في الأعداء كذب موجبا سفر أس آن هو سفر أصغر أو يساوي إيكس آن يبقى إيكس آن أصغر أو يساوي واحد لكل أس آن هو واحد دائما ثم بعد ذلك خلاص انتهيت من إيكس آن وش ندير رح أضيف زائد واحد لكل الأطراف إذن نضيف هنا هكذا نفرق نضيف العدد واحد لأطراف المتبينة المتبينة التي نجد ماذا نجد هنا سفر زائد واحد أصغر أو يساوي من إيكس آن زائد واحد وهنا أصغر أو يساوي من واحد زائد واحد أتابع أتابع إذن سفر زائد واحد هو واحد أصغر أو يساوي إيكس آن زائد واحد أصغر أو يساوي واحد زائد واحد ثم بعد ذلك وش مزالي الخطوة الأخيرة ندخل لغاريت ولكن حذري لازم نقول بالليل اللوء الدالة لغاريت هي الدالة متزايدة تماما باش تحافظ لي على رمز التباين يعني ما نغيرهاش لكون كانت متناقصة رح أعكس اتجاه متبينة إذن نكتب إذن كتبت بما أن الدالة لغاريت متزايدة تماما وش نقول ندخل لغاريت في كل أطراف إذن توليلي لغاريت واحد يبقى دائما أصغر أو يساوي من لغاريت إكس آن زائد واحد أصغر أو يساوي من لغاريت ثنين لغاريت واحد كم يساوي سفر أصغر أو يساوي لغاريت إكس آن زائد واحد هي عبارة أفآني إكس أصغر أو يساوي من لغاريت الثنين الآن خلاص انتهت المهمة لقيت أم مينسكول تاعي وأم ماجسكول أم مينسكول تاعي هو سفر وأم ماجسكول هو لغاريت ثنين إذن بعدما حققت كل الشروط وش نقول حسبة حصر حسبة مبرهنة هنندخل حسبة مبرهنة حصر القيمة المتوسطة شتوف كيفاف الرياضيات الدروس كالبنيان المرصوص كل الدروس ممكن تدخلك في أي تمريل القيمة المتوسطة فإن وش عندي الآن عندي هذه حسب الشروط داعي الآن ندخل وش تقول المبرهنة فإن المنسكول تاعي المنسكول المنسكول هو سفر أعوض سفر في بي نقص أ بي هو واحد ناقص سفر أصغر أو يساوي من لغاريت أو عفوا تكامل من سفر واحد أفآن إيكس تفاضل إيكس أصغر أو يساوي من المنسكول تاعي اللي هو لغاريت مثلين في بي نقص أ بي نقص أ واحد ناقص سفر أتمنى فقط أن يكون واضح ومركزين معي سفر في واحد ناقص سفر سفر أصغر أو يساوي هذا التكامل ما هو إلا إيئان أصغر أو يساوي لغاريت مثنين في واحد ناقص سفر هو لغاريت مثنين وبالتالي أجبنا على هذا السؤال أتمنى فقط أنكم يعني استفدتم من هذا السؤال اللي بديتوا بالترتيب وستعملت في حصر القيمة المتوسطة وش يقول سؤال ثنين يقول أدرس تغيرات المتتالية إيئان طبعا ما نساش أن إيئان تعي هي هذه إيئان تساوي تكامل من سفر الواحد لغاريت واحد زائد إكس أسآن تفاضل إكس الآن كي يطلب دائما منكم هي نفس القانون دراسة التغيرات المتتالية أي متتالية دائما ندرس إشارة الفرق إيئان زائد واحد نقص إيئان إذا كان يساوي السفر إيئان تعي ثابتة إذا كان إيئان زائد واحد نقص إيئان أقل من الصفر المتتالية متناقصة أما إذا كان الفرق إيئان زائد واحد نقص إيئان أكبر من الصفر نقول إيئان تعي متزايدة إذا كان أكبر يكون متزايدة إذا نشوف الآن إذا ندرس الفرق إيئان زائد واحد نقص إيئان وحوظ ماذا يساوي إيئان زائد واحد إذا حسب تعريف إيئان ونلقيت آن نعوضه بان زيد واحد إذن يكون يقولي تكامل من سفر واحد اي وضعا ما نكتب ان وش نكتب ان زيد واحد لإيكس تفاضل إيكس ناقص تكامل من سفر واحد إيان ماذا يساوي يساوي اف لإيان إيكس تفاضل إيكس وبمعنى آخر إيان زيد واحد ناقص إيان وعوض عبارة اف آن زيد واحد إذن راح تساوي لي عبارتها هي من سفر تكامل من سفر واحد لغارت واحد زائد إيكس وزآن زيد واحد تفاضل إيكس ناقص تكامل من سفر واحد لغارت واحد زائد إيكس آن تفاضل إيكس لم أفعل شيء عوضت فقط العبارتين باش نشوف وش راح ندير إذن هنا كيف وش راح ندير راح نستعمل خواص التكامل كيف ذلك أستاذة أنطلق دائما من إيكس تاعي إذن لدينا شوفوا معايا حيلة بسيطة إيكس تاعي محصور بين سفر وواحد يعني عدد موجب ينتمي للمجال سفر واحد ثم بعد ذلك راح أقارن نفس الشيء كما درت في الخطوة السابقة راح أحاول أن أبني لغارت مواحد زيد إيكس آن زيد واحد وقارنه مع لغارت واحد زيد إيكس آن ثم ندخل لغارت للطرف كيف ذلك هنا عندي إيكس آن إيكس آن زيد واحد فاش نضرب إذن نضرب طرفي المتباينة في ماذا في إيكس آن طبعا إيكس آن عدد موجب لماذا؟ لأن إيكس تاعي محصور بين سفر وواحد وش يولي لي؟ يولي لي سفر في إيكس آن الصغر أو يسوي ما تغير ليش اتجاه المتبينة إيكس في إيكس آن الصغر أو يسوي من واحد في إيكس آن وتابع الآن سفر في إيكس آن سفر أصغر أو يسوي إيكس في إيكس آن إيكس آن زيد واحد نجمع القوة لأن لهم نفس الأساس الصغر أو يسوي من واحد في إيكس آن إيكس آن ثم وش عندي بدت تظهر عبارة إيكس آن زيد واحد أضيف الواحد لطرفين إذن نقول نضيف العدد 1 إلى أطراف المتبينة نجد ماذا نجد 0 زيد 1 هو 1 الصغر أو يساوي أعتذر الصغر أو يساوي من 1 زيد XN زيد 1 الصغر أو يساوي من 1 زيد XN مش مزالي زالين دخلوا غارت إذن بما أن مرة أخرى نقول بما أن الدالة لغاريتم إذن X لكل X لغاريتم X وش عندي دالة متزايدة تماما فإن مش نتحصل فإن ندخل لغاريتم هنا لغاريتم لغاريتم 1 إذن نكتب لغاريتم 1 الصغر أو يساوي من لغاريتم 1 زيد XN زيد 1 أصغر أو يساوي من لغاريتم 1 زيد XN ثم بعد ذلك لغاريتم 1 هو السفر أصغر أو يساوي هنا يولي لي لغاريتم 1 زيد X أسان زيد 1 أصغر أو يساوي من لغاريتم 1 زيد XN باستعمال خواص التكامل ندخل التكامل الأطراف إذن هنا هذا موجب يهمني فقط هذا الجزء إذن ندخل أطراف تكامل إذن يولي لي إذن نقول باستعمال خواص التكامل شوفوا معي من سفر الواحد لغاريتم 1 زيد X أسان زيد 1 تفاضل X يصبح أصغر أو يساوي من تكامل 1 لغاريتم 1 زيد XN تفاضل X وهذا ما هو إلا EN زيد 1 وهذا EN إذن كنردوا لطرف الآخر ناقص EN إذا هذا EN زيد 1 وهذه عبارة EN وبالتالي يصبح أصغر أو يساوي من السفر يعني EN زيد 1 أصغر أو يساوي من EN وبالتالي رح نقول أن EN تاي متتالية متناقصة إذن ملاحظة فقط إذن كتبت فإن EN متتالية متناقصة ما كتبتش متناقصة تماما لماذا؟ لأننا انطلقنا من X محصور بين 0 و 1 كين أو يساوي ألقينا أن EN زيد 1 أصغر أو يساوي من EN هنا في هذا الحالة كي تكون في المتبينة أو يساوي نقول متناقصة فقط ولا نقول متناقصة تماما إذن أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا الجزء أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله في انتظار تعليقاتكم المشجعة أغطي من الفرصة لكي أقول لكم بالتوفيق لجميع سحر مضانكم سحر أفطركم إلى الملتقى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر